هنا وقعت البروتوكولات وفتحت معها أبوابا جديدة لتطوير التجارة الداخلية بسلاس محافظة تاهية السويسة والدقهلية وقفر الشيخ بينشاء مناطق لوجستية جديدة التجارة الداخلية نمت على العصور 6 ألاف سنة من تحت الفق يعني منطقة بتيجي يتعمل مقال يتعمل مجوجي يتعمل منفز يتعمل خدمة واستمرت لهذا الموضوع بينما لما نبص على الكهرباء لما نبص على الريل لما نبص على الطرق كل حاجة لها دول أساسية حتى يمكن أن تدار مثل هذا القطاع الاقتصادي المحافظات الجديدة التي سيتم إنشاء مناطق لوجستية بها تضاف إلى الكثير من المحافظات التي انتهت مشاريع المناطق اللوجستية بها منطقة لوجستية يمكن عبقارية المكان الموجودة فيه في المحافظة الداخلية ومحافظة عريقة وعندت سكانها كبير وعندها قوة شرائية مهولة بسم الله ما شاء الله فده بيؤكد على عبقارية المكان ونجاح الفكرة لإقامة منطقة لوجستية فالأنا بقوله إن اللي مش شايف المسويس فرصة استثمارية ضخمة سواء لمناطق لوجستية ومناطق توزيع ومناطق قريبة من المواني ما بتتكلفش نهل ما بتتكلفش أي مصاريف أخرى إضافية يبقى مشوها خدوان الحقيقة التجارة الداخلية على موضوع الوشل اللي باتت الحقيقة كانت شغالة معانا على المنطقة الليجستية هي حوالي 12 فردان في أرقى مواقع العاصمة في كفر الشيخ أمامها الدمعة حاليا بيتم إنشاء عدد من الطلب بتؤدي لعدد من المناطق وباعتبارها أحد مداخل الدخل القومية فإنها أيضا مجالا لفتح الألاف من فرص العمل والتي تصل إلى 60 ألف فرصة المنطقة الليجستية في الدهلية هتوفر في حدود من 15 إلى 20 ألف فرصة عمل لأن الاستثمارات بتتتروح من 2 إلى 3 مليار جنيه أيضا وقع في المؤتمر بروتكول تعاون مع أحد البنوك الكبرى لإنشاء مكاتب لاستجيل التجاري بفروع البنك لتسهيل الأمر على أصحاب الأعمال تم التوافق على أن يكون هناك تواجد لمكاتب السجل التجاري في فروع البنك وهذه المرة التي نشهد فيها تواجد حكومي داخل أروقة البنك الشق الآخر هو في ضوء التحول الرقمي يشرفني أن أزف إليكم خبر أن هناك 14 خدمة يتم بثها على بوابة مصر الرقمية من إجمالي 39 خدمة بيقوم بيها السجل التجاري وبتلك الإضافة من البرتكولات يكون عدد المناطق التي أنشئت وفي طي التنفيذ 20 منطقة توفر إلى لا فهم من فرص العمل رمضان الشحات التلفزيون المصرية